مشاهدين لمتابعة هذا الموضوع وزيارة الوفد العراقي إلى إيران ينضم إلينا مباشرة من بغداد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي سيد قاسم أهلا بك معنا في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم بداية سيدي هل من تفاصيل إضافية عن اجتماع اللجنة الوزارية وهل تم بحث الخلاف بين بغداد وإربيل بشأن ملف الموازنة والنفط بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم ومشاهدي قناتكم الحقيقة اجتماع اليوم ركز على إعادة جدولة الأولويات في العراق لأن الموازنة يجب رفعها إلى البرلمان خلال الأيام القادمة ولكن بأولويات جديدة بسبب الظروف التي طرعت في العراق والمواجهة الأمنية مع صابات داعش فهناك أولويات فرضت نفسها فلهذا تم تكليف هذه اللجنة بإعداد أولويات جديدة ويعادة توجيه الموازنة بما يخدم الجهد الحربي والجهد الحفاظ على الأمن والحفاظ على الخدمات الأساسية للمواطن أما الخلاف مع قليم كردستان فلم يتم بحثه هذا اليوم سيد قاسم باعتباركم الحقيقة لم يتم التطرق إلى خلافات مع قليم كردستان وصلت الفكرة سيد قاسم باعتباركم عضوا في الوفد العراقي الذي زار إيران كيف تقيم مستوى هذه الزيارة ومستوى المحادثات التي جرت بين مسؤولي البلدين الحقيقة الزيارة كانت ناجحة جدا وقد تم تركيز على أوجه التعاون المتاحة بين البلدين وهي كثيرة من النواحي الأمنية والاقتصادية وغير ذلك ما يخصنا في وزاعة الكهرباء هناك نقطتين أساسية تم التركيز عليها وهي تجهيز الطاقة إلى العراق خصوصا في الصيف القادم عندما تكون هناك فترة ذروة وكذلك تجهيز الغاز الإيراني لبعض المحطات التي يجري إنشاؤها الآن والتي لا يتوفر لها الوقود ونحن مضطرين لشراء الغاز الإيراني لفترة سنين إلى أن يتم الوصول إلى نقطة تستقر فيها عملية إنتاج الغاز في العراق بعدها سوف يتم الاستغناء عن الغاز الإيراني وماذا عن شراء الطاقة الكهربائية سيد قاسم؟ بالنسبة لشراء الطاقة الكهربائية هناك عقود سابقة لشراء الطاقة الكهربائية من إيران تم التواحث على تجديد هذه العقود ومع بحث إمكانية زيادة هذه الطاقة في الصيف القادم ولكن هناك حديث أعتقد قبل أيام سرح وكيل وزير الطاقة الإيراني بأن إيران لديها مقترح لزيادة أسعار الطاقة كيف تعلق على ذلك؟ الحقيقة هذه كانت إحدى المشاكل التي تم طرحها وحاولنا حلها وهو عدم زيادة أسعار الطاقة وتم الوصول إلى قرار بعدم تغيير الأسعار إلى نهاية هذا العام وسوف نستلم مقترح بموافقة الجانب الإيراني على استمرار تجهيز الطاقة بنفس الأسعار الموقعة قبل أكثر من سنة لأكثر من هذه المدة لسنة أو سنتين أيضا إيران نفسه هو وكيل وزير الطاقة الإيراني يسرح بأن إيران لم توقف ولم تقلل من تصدير الطاقة إلى العراق ولكنها حدت من هذا التصدير في فصل الصيف لسات حاجة الحاجات الداخلية لإيران من الطاقة الكهربائية ألم تناقشوا ألم تطرحوا هذه النقطة مع الوفد الإيراني لأن العراق يحتاج أكثر من أي وقت هذه الطاقة في فصل الصيف لارتفاع درجات الحرارة الشديد ألم يتم مناقشة هذه النقطة؟ نعم تم مناقشة هذه النقطة وقلنا لهم بوضوح أننا نحتاج إلى هذه الطاقة في الأشهر الثلاثة القاسية في الصيف بأسبقية أولى الأشهر الباقية لدينا مرونة وتم إفهامهم بذلك وقد استجابوا لهذا الطلب وطلبنا منهم أن يحددوا الكمية التي من الممكن أن يقوموا بتصديرها على العراق في هذه الأشهر ممتاز سيد قاسم رئيس الوزراء تحدث عن تعاون أمني مع إيران ودول المنطقة ما طبيعة هذا التعاون والمجالات التي سيشملها أيضا؟ الحقيقة بالنسبة لتهديد داعش مثل ما تعلمون هو لا يهدد العراق فقط بل يهدد كل دول منطقة بل ويتجاوز إلى دول العالم ولهذا وجدنا أن الهاجس الأمني في العراق يشغل القادة في إيران ولهذا أبدو استعدادهم للاستجابة لما يطلبه العراق من قبل ولكن لم يتم تحديد مطالب محددة بل كان الكلام عام لدعم ما يحتاجه العراق ومساندته لمقارعة داعش والقضاء عليها لأنها تهدد إيران مثل ما تهدد العراق وتهدد دول الجوار الأخرى أيضا باعتباركم من أبناء محافظة الأنبار سيد قاسم وأيضا كنت محافظ الأنبار كيف تصف الأوضاع الأمنية هناك؟ هل صحيح أن تنظيم داعش بدأت تفاوض مع العشائر لتحييدها في القتال الدائر هناك؟ الحقيقة تنظيم داعش منذ اليوم الأول لدخوله إلى محافظة الأنبار كان يحاول التفاوض مع العشائر ولكن في هذه الفترة وبعد أن قام تنظيم داعش بجرائمه المتتالية في الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار أيضا فلهذا لم يعد بإمكانه أن يحصل على دعم من أي من هذه المحافظات ولهذا جميع العشائر تؤمن بأن تنظيم داعش هو يحاربها أولا وفي الواقع أثبت تنظيم داعش بما لا يقبل الشك أنه تنظيم مكلف بتدمير البنية التحتية في محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين والموصل أولا أسبقية أولا يدمر البنية التحتية يدمر النسيج الاجتماعي يدمر التعليم يهجر الناس ولهذا هذا الموضوع كان في البداية له من يسمعه الآن لا يوجد من يسمع هذا الخلام نعم كنت معي مباشرة من بغداد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي شكرا جزيلا لانضمامك إلينا